أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي قناة الضار في هذا اللقاء الخاص ربما الكل اللي كان ينتظروا كي حضروا معايا اليوم للا حدا وبقدر اللي هما الأبوين ديال يونس زوج سامرة اليوتيوبرز ربما الكل اللي كيحمل عدد كبير من الأسئلة واللي غادي ينطرحوهم عليهم أكيد باش توضح الصورة علماً أن الأخت سامرة سبق لها أنها مرات في حوار خاص مع موقع الدار في بداية أهلاً ومرحباً بك للأحد أحب بك الخير أولدي السلام عليكم بس عليكم كيديرين ثم بخير الله يبرك فيك الرحبوب الحشق الدور السلام عليكم أوليدتي تهياليكم أولدي داخل الوطن وخرج الوطن كاملين أوليدتي كاملين نحن مشرفين بقناة الدار جاءت عندنا أولدي بل نتبعوا مع هذا الحوار هذه الهجومات التي توقعت علينا من بعض القنوات مرحباً الحمد لله بإذا هناك طلاقة يعني في الحديث الله أعطيكم صحة يعني نتتكلم مع الأم ونرجعني ملقة أديلهم الأولى كانوا أولدي تيبيع وشري كان أعطيه بها 200 وسبعة تيهوض المارشي تيبيع وشري تيدي البصلاة تيدي البطاطاة تيدي هذا ما رزبه هو المصلاة والمصلاة بيهدرنا الأراضي وبيهدرنا أولدي أملاك وكبرنا الوليدات والحمد لله وعند خيرنا هذيك البصلة هذيك البصلة رأيالي دارتنا أولدي كل شيء يعني نوردرنا بها البلاد درنا بها كل شيء يا أولدي أنت فلاح وقدت خدم في أولدي كبير فلاح يجو سؤول عليها في المنطقة أنا هو فلاح قام مش نوع تمه وكان كي يخدم معك يونسك يخدم معا يا أولدي في الفلاحة ويت يقابل لي الخدامه ويت يقابل لي دبان عييت ويت يقابل لي يعني ما كانش يعني لخدمه لأردماء ما كان عنده أمال ما كانت أعجابه وكان غفل فلاحة ويت يقابل لي الخدرة في بحفل أكريه في المرشي فشيب شيء في المرشي قلت لقى معها السميرة قال ودي أنا ما أعرف العلم الله لقى السميرة خسر إلها الطموبي شيء رويضة ما رويضة صوبها إلها بقى تبينتهم العلاقة هذا هو السبب شيء مدت نقول لك عامين تل سنين قلت أنا أرفضت قلت له لا هذي المراهة هذي في المدينة ودائرة عليك أولدي وبعيد علينا ونحن نقص ندوش عربية أولى أذر أذر قلت لها الأول سأبت لها الأول أ Одنا فتمرت تنوش عنها أليس مرات هذي يونس يونس استقر معها وهم عننا هنا ومله أرتك ما نخطب لله أولدي والمهم ما أن اتبغى بيناتهم หนت أصف من المشاهات قلت بالفعل بيناتهم ومشينا خطبنا ارتحيت لها بغيتها كبير ارتحيت لها بغيتها بحل بحل عريصات ارتحيت لها ارتحيت لها ساعة من بعد دكشي ده دار عندها وحنات لها ودكشي وبيخير حجقت كوديها ارتحت لها بقلبي خليون سيكمل معها هي هذه الولدية بخيناها جوا سيدي لنا العقد في الحاجب جوابها ومها جوا سيدي والحمد لله وتقضينا بجموعين ودحكنا ودرنا الكاغيط وكتاب المكتاب ودروا الوليدات دروا الوليدات المشكل الناس كتتكلم بلي بدأوا سراعات بدأوا خلافات في البداية كيفش بدأ المشروع وتفكير في اليوتيوب كيفش تفكرتون العائلة ان كل شيء يشارك ومزفت الأمور هذه الساعة بدأت هذا الشي دي اليوتيوب كانوا هما فاس كانوا فاس هما نظر واحدة نهريات اعتقدوا Wha cuándo تعمل تليفونات وشهرا هذا الشي دي اليوتيوب قلت وعلت ماذا فاسميرا هدي حنايا ونقفق بعد حنا الخطوة لا كان المشكلة وكانت مبقى شهر وقعوا التعديم ويودت وكتبت بأساميرا يوما إعتقد عيات يونسي خلق ذلك شي جالا نتيرنت قال يونسي نقدر ندير شي قانا ونقال لحك فيها نشارك لكن هي قالت باللي الفكرة من نهية هي اللي اقترحت عليه وياللي خلاص ويفكر فتش دي اليوتيوب لا والدي هو اللي بتاعة القانا راه هي قتبهمها هو اللي بالفكرة يقول هو اللي بتاعة القانا ماذا حيوار ديالها معا في قناة ضار تكلمات وقالت بلي هي مولة الفكرة وياللي اقترحت عليه قالت نوسيا هذه اللوحات او لما ولا اعتقدت كثيرا وقالت مولة الفكرة بنية هذا الفكرة للناية وشيتيجت له هي خلاص واستطرحتان وزائ petite موضم له المهم لديك السعاد كورا كنت لدي خلاص بد 3000 كلام وكان يعمل جدا دائرة المترجم للقناة عندما قال الرجل ما يضع لها لا يضع لها أنا لدي قناة أنا لديها على كم التالية ما يصدر من الله المهمة كانت تطلق قبل قليلاً يجب أن تدخل قليلاً يمكن أن تدخل قليلاً يعلمه لله لا تريد أي شيء لا تريد أن تصور لا تريد أن تصور أخرج لدي أنا قال لك العربية معنا لا تريد أن ترتاح لقد كانت تطلق قليلاً مشكلتك ونحن نجحن لديها طلاب تصور الين كيف هت Links تعالج ونحن نجحن المهمة قال لليه لا تسور الوالدة معي هذه هي العربية الشيء كانت إنه أفضل وطلق نحن نحن أقول لادتي لا أصورك بالتليفون أنا تنسحب أنا، لا أصرع فتح بشرف ويجب أن ينصورني في التليفون وصافي قالت وعدنا أن أخذي المرتفز ونفعل الغداء ومعننا بإخلال حرشة الشعير واني الشعير فازق وقفت القفوة والأسفر وقال لديها فازق المهم بأن نارفت الفواطة و أزيك القفة و هو تبعلي من اللور دخلت للفول تبارك الله عمزني الفول لا يكون هذا عام كثير دعت الفواطة هنا و نقلع هذا ربما أول فيديو ديالك أول فيديو نقلع الفول و نتعرض حجري الفول كان ثمانية تبارك الله جاء طويل نهز الفول و نرى أنت يا والدي قداش الفول المهم هو أن تصورني نقلع و نخرج القفة و نحط حتى عمرت القفوة وضعت القفوة في دراعي الفول طويل تميت جاية وهو يصورني وقعت قلت له لماذا نخبز قال لي لا لماذا سوف أدري له الوالدة قلت له الوالدة قلت له الوالدة قلت لنفرق الفول ونحط قال لي الوالدة وقف نفرق تصويرك شديد القفوة الفول وقفت تصورت قال لي الوالدة جيت في رأسك قلت له وقلت له قال لي الوالدة جيت في رأسك وقلت لهذا الفيديو تشهرات تشهرات وقلت لنساء يديروا في التعاليق فالبنات وقلت لهذا الساعة ولكن النقطة التي تصورها ساميرا في الأول كانوا ساكنين في المدينة ما الذي يدفعهم والذي يجعلهم يجعلهم العربية؟ الذي يجعلهم العربية؟ دعنا نعطيها السؤال لقد أحبت أيضا لقد أحبت تصويرها وقلت لنساء، وقلت لنفسها وقلت لنساء وقلت لنساء وقلت لنساء وقلت لنساء من بعد مشادر تدفع الطلاق لأن هذه المرأة لا نكمل شنويةها هي كجبت بجيه وينها بجيه لا نكمل شيء نديروا الطلاق فهذا شهادك العام؟ عملوا أولا دا دفع الطلاق في فاس دفع الطلاق الوليدات سميرة جابتهم عند واحد أختي جابتهم وحطتهم في الليل رأى عندنا شهادة عدلية 12 الواحد دير شهادة عدلية بلا جابتهم وحطتهم عند أختي في الليل سبعة شهر هم معنا أولا سبعة شهرات من شهر والوليدات معايا أنا رب ذلك الوليدات لقد كبرتهم صغير وارقاء أنا كبرتهم وقع ذبا ما هو الخلاف اللي خلاو منهم فكروه في الطلاق؟ العملون ما هو الخلاف اللي خلاو من فكروه في طلاق؟ سميرة ذبا كتدي ذلك شيء الحنون قفى كتدخول أولدي معايا رك عرف ذبا كتجي في الليل معا نص الليل معا الجوج معا 12 معا العشراء معا وذا بتعرف منه كيقولها ودي لها تطع طليب الدار وانا كان مقاماكين هادئين وحدهم كان ميرا نهر الولى عارف ذلك نهر الولى ممكن أن أعرفها لكنه ما نوعا يكون هذا الشيء ما قاعد ذبا لأي كان مستقل إدارة شرطات عائل خدمة نهر الولى كان يمشى معاها كان يوشت بغضاء سيدчи كان الأمر تتقامك كانت مرة تتاقاكت لجوجة الليلة لتلا تدليله وهادا دعا نقام نشي الوليدة قال نقام نخدم معاها نقام نشى الوليدات قال نفاق اتصدق يزددك المتاريون وتمشي معها وكل شيء هنا هنا وهي تدير وش فعلا يونس لقى راجل في الدار عند زوجة دياله سامير واحد الحيوارة والدي خلت فيها واحد الفيديو واحد عمتها يونس فاش كانت يصور هذه عمتها سامير اللي جابتها قال يونس قال له وديده بخصنا ليعوني في تصوار لكن امشي على العربية عند وليدة وحدها مشات الواليدة دياله عند وحده هنتي قلت في اللقاء ديالها مع قناة الدار في المحكمات الأسرة بللي أنه هو قال بللي أنه لقى راجل عندها في جايك أولدي قال لي قلت فمها على فم أولدي هو ما قالش جات أولدي ديك ساعة جابت عمتها هاديك نعيمة راهيالي جابتها جابتها مسكينة محددة جابتها قتل سامير كان هادي عمتي غدت تباني معاك وغدت تطير أسره ديالها قال لي يونس لك شي لي جمعتها يفرق كل واحد يدي حقه كل شيء كل واحد يعطي دياله قلات نعيمة خدمت مع يونس بشي عام نعيمة احضرت نعيمة وخدمت يونس للموذزة لم تكن بالعمل ما هو أفرق الرجل و لام قريب على نغارة فهو حسب أكبر ما يهدت أسره ديتها مهام تحرف مهام مع النغارة يونس يمسوهد قاتل الرجل هاتو حميد اه حميد فرق اجد مصيصة هذي خيات طلعت نعيمة باش صارت فا ابقات الامر اولي كوك ابقات الخلاف يونس دا ساميرا جابتنا الوليدات نخلينا الوليدات اذا السبب الخلاف ما عندو حتى علاقة بالخيانة بزوجها؟ خيانة ودينجيك دا بس هاد نعمتها ما كمتلكش هاد عمتها ساميرا خصت دير واحد خطة باش تعمتت اذا رفت الفيديو كاينة بس مجلق باش تفعد من رجلها باش تفعد من يونس باش تفعد من يونس دخلتها اندمت دخلتها اندمت قاتل واحد الوليد قال كاسيدي او جنيور 24 عام هي دا ساميرا العالم الله دارت باش تسجيلهم وانك الله تعالى تباركه قال لك حفر حفر اي صغيرة قاتل كوية تحفيق انا التجاجة الميكروش جلهاية انا 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 امي قاتل قاتل وانت وانتبه قاتل عندنا اضطر قاتل اصدروا احد خطة اصدروا احد خطة وانتحفيق يوكى منهم انا امرض ستمنع نشط اخبرت الخطه اصدردوا اي اصدروا اي مليون اصدروا طولك راسي بطلق هادشي وماش واش مولي قانا ماوصل لك هادشي هي رغاة مرض قايقولك ماوصل لي شي وهاي قابيناتهم مهم تدلهم كانت تشجيل صوتي الوحيد تكلامي وده ما تخرج معندي الولد ده ما تخرج عندي من الدار يونس قال لو اودي هاد الولد لي خدم من داقصني يعرفوش كون هو ما قالش اودي يونس لا خيانا لو اولا حاشا لله احنا عند ربعالي وليدت معا حاشا ونحرموا وليدتنا وليدت عزيز عليا وليدي هاد وكرام عزيز عليا حاشا وحشيو من حاشا وولدي رايه دك عامل وليدي لمربيه وليدي صغره قشي كمين معاك وليدي وشكي لعيه يطلق وليدي بيت عيه يطلق دوزت لي البنية قتلا ونبغين نجن دي عامله قاتلتنا تلاقيهم حكاما ماشي حشيو مادي شي ولدي وحنا وليدتنا هادو كترنزوهم انا عنا كانت صلح لأموره ده بدقاد وكل شي ماشي أقول لي هذين هادشي ماشي أقول لي ده بعد القانواتي تسبونا وخطيونا عناد كبار وما ودرنا تحاجة ما وصنام تبشي حاجة تسبونا ويشتبو فينا ونحبناهم ما قانوا ما بين الرجل والمره ما تيعلمي إلا الله ما 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 تيدخل ما بين الرجل والمره مخطصي ده ربي على شكسك يا الحاسو على شكسك مقابية ذاك عامران ولدي بزوم ربي مقابية بزا ما تركي غاب واحد يقال يما تناس معي غي صعور تربي عادته دبا من صخرة ومعي تناس معي هذين قرون奖 الذام عمَّرنا مخرجناهم التصوير ولما عمرنا بيينهم في الكاميرات ولما عمَّرهم معي عمرنا مزيدنام التصوير ولا زيدنا صورنا بيهم ولا زيدنا درنا بيهم شي حاجة ولا أبادا جبتهم لحتهم وهذيتهم أنا ولدت تلاتة وحدتت نعسلي هنا وحدتت نعسلي هنا وحدتت نعسلي هنا واحدة يقال جبلي ملاحلي كانت تولد وكانت في ضروف صحية صعيبة وكانت نزلت نيت واحد الفيديو في المرحلة الحمالة ديالها ومحنيتوش فيها لا والدي الكدوب الكدوبة والدي الكدوب ماشي في الليل لا ماندي وغير جاية شوية حريبة المغرب جابتهم عند لوستين ورعنا 12 شاهد اللي شاهدين باش جابت وحطتهم والبنية الكبيرة عادة طنوبة الغدوية تتسبب مسكينة وتتغوث والوليد الكبير شاده تغيب واحد من الله فهذا ندرك أدرسن ونطلوسي وعيدت لليونس لا تهدر شي عن الاول طلق الول وعيدت لليونس وقالي للوالدة وقالي للتوسط قلت لي لإدارسية قالي يأتي لأولادك جابتهم وصف مورسامينا ولعتهم قالا يأتي لأولادك جابتهم الهلات وقد جابتهم بالحفاة وقسموا بالله لأولادة سأزيدك لوليدات قال لدال 입 سكين كم وقصهم قلت لأي دياجي جاء جهاز الداني مشينا للفيلاج عند واحد ملحن وطرى الصحف وتمى قصينا الوليدات شنيل لهم سبرديلات ووجبناهم تم نشره هم معايا ما عمرنا زيدناهم التصوير ما عمرنا بيناهم في الكاميرات لماذا كانت امرأة التي تضع أولادها بربعة وتمشي؟ ما الذي سيجعلها تدير بحالك؟ يعني اتكلمات بأنك كانت تعرض للممارسات الصعبة التي تمس بالكرمة لها كأمرأة كأنت وسط وسط داركم الكذوب الذي كنا داير لها هيا قادي تسمعني الذي كنا داير السميرة يدير لنا الله في صحتنا ما كنا كتير هدا قاعد كتر 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 داير لها بحال مالجلين اتكلمات بشي معي القهوة وشي معي ولدي احنا اولله قاسمتان بغي يكونوا مزياني دونك لا سامي لك حاجة بني تشوي راجل كيلان وقال لك حاجة ما هذا اشي عندي انا نعطي كدك الشيبنتي لكن اشي حاجة ولا اشي ما تقول لك قاع الراجل كاجي عندي انا لحبدي لك كيل الخير موجود اجي عندي قول لي والله يكن قولها لا كان بغي يكونوا مزيانين ولكن كتشوف بلي ولادها انا رزق من خلال اليوتيوب والفيديوهات اللي دارو كتشوف بلادها مكرافصين كتشوف بلادها ملابسينش مزيان كتشوف بلادها بلي ما كيقراش في مدراسة اللي كي تصحق اول عملو قرروا مدراسة بري فيديال بودرباله هذا العام اوقع هذا الواباء كيقراروا درينهار وتيبقى ونهار قلنا هاي ونسوا ودي ذاب احنا قدير قرروا مغي هنا دابا عام خر ان شاء الله من اوليضات قروا في البروفي وفسكين يونس المستقر جاب هايسة درنا الرجوع وصلاحنا الأمور وردنا سامير جتت ساميرا عالنقا قلت دي خلينا نعيش معاكم أنا بغدر بغيت نعيش معك هنا تمت مرحبا ادرا ويادتي انا مذبية قعت عايشة معانا تمال في الدار قعت معايشة هايدي مدادية سبعة شهر معانا أينب كاش مكر في صف الشقة في الدار حرام علي و تقليد علي يا ولدي مكاشية كرفيس غير خلافة يا ولدي كيقعلو و ما احنا ولدي عنا حنوية احليب انا و تنهي زويدة تنسرونه مانا و دولي كان بكالي راولي تندي معي القهوة و الله و مشت القهوة بقى مسكين تفرق المواري تندي معي القهوة را نتيجه ذو بها كاملين انا لم تنسرونه مالك فتتكيب و لكن شبكيس لها امي قريب لم تنسرونه و سميرة تنسرونه امي قوة و انها ترهند حتراك شخصة بهم قطر راولي قد سميرة تنسرونه امي قسطي بل جهة و ايضا خلق المرأين فهي قول طيب القهوة واحد مغالي و ماو من رجل امي قطل لي انفاس انا طويب طيب اللي عادي ملاك إذا تطبطها وبيلتها لم يكن لديها شيئا غير كذلك تقليد عليها يا ولديها نعود نسولي نفس السؤال العيالات التي كنا عارفين وحاسين بعضياتهم في كوزينا وفهذا واش سامي رفعلا كانت مكرفصة وشقة لدرجة أن تحس برأسها مدلولة وسط منكم وقسموا بي الله وقسموا بي الله ها ولدي يا ما كانت تدير شيئا بززاف كانت قاعد العيالات رهم تيوكلوا ولدتهم واش تيشربوهم الكوري اللي تيقولك تتنقس الكوري لدينا الخدام هو كين شاهد اللي تنقس الكوري التشطاب أنا اللي تنشطاب الزراع لهادك لتنقبضون المرأة لتنقبضون المرأة اللي تتحصل الزراع العجينة والدويزة اللي تدير هي وعروسة اللي عندي الله ها ولدي يقسموا بي الله لك أنت بحال بنتي كتشم هذه ما قطوموا بي الله يديم من عرفهم لديم تنشم هذه ما تقصح التحاجة والله مخصح التحاجة كين كتشوف بلي دوك الأرباح ديلي يوتيوب علش ما تكونش عنده واحد نسبة ديالها يعني دوات على عشرين من كانت تكلمات على الأرباح علش ما تكونش عنده واحد نسبة علش حين كتشوف بلي انكمل لك الحاج قالت بلي كين أرباح عشرين مليون 16 مليون 18 مليون في الشهر وفي الوقت اللي أنا ولا دام كيقراش في مدارس اللي كيصحقوا واش فعلا كين هاد الامور هاد لا ولدي هادفلوش قلت لها هادش ديالولادك ما عندك الحق الدوي لا ولدي لها العدد الفلوس هاولدي ما كينش هذيك الباراكة كتجي رأى اليوتيوب ديال العائلة كلها رأى ماشي رأى كينش 12 واحد كل واحد تيدي نصيب دولتها ساميرا هي كتدي الزيت قاع والله هاولدي لاتي خلص لها التاموبيل أفهم شيء وكل مرة ستناف كي أعطى أكثر من حقها هاولدي هاولدي لم يكن هادش وهد العشين منوت وهد مكينش أنا مرقش هادش والله مكين وكي جيب يونس لك المراءة تحطين تعطين هاولدي قلت لها ما عندك الحق تضوي في الأرباح هادش يرح ديالولادك هادش يرح ديالولادك وخة ديالك ودياليونس رح ديالولادك ويونس بسكن عد بقية عندهم نصرح واحد البقعة بودربالة عشرة هدبة وراه بدا يديها كون رتتشي ساميرا كاتل قال لكو فيك نديروا البيوت كنديروا الكوزيناء كنديروا الهادي وجبت وجبت عندها واحد الورقة بشتي قتل ونا نوريك الدير وكتب واحد الورقة هدي عجب المهنديز راتي سبق عادي كباش يبنيها باش يبنيها وقريروا لياتوب بودربالة فيلاج رام غا يمو قاتل معايا والله والدي لغا مو قاتل بلا غا ضياف وما يوسكو كان بغا يسكن تماما انا غا يبني دار فوقست تحتهو نقطة اخرى اشنو القصة ديال مئة مليون لي جات من الامارات واش فعلا جات الساميرا واش وكيفاش ربعت ضيور ديال الخواتات ديال يونس وهي اللي ضاعت من دكشي ومصورت حتى شي حاجة منه شوفا والدي اقسموا بالله هديك صاحبتي منهار اللي تحل اليوتيوب فاش قديت انا تندير دكشي د العربية كنت اطفر فيها وعجبتها وكنت التواصل معايا ديما ديما تتواصل معايا تتواصل معايا تتقول لي مزيانا هلك شي تديري في الواتصاب عن مزيانا دكشي تديري زوين رك عجبتيني رك عزيز علي يا ركي دخلتي في قلبي ركي مزيانا ركي ديرا ركي فعلة كنترحي تحرك كنترحك كنترح الارضة؟ انا اقسموا بالله هديك صاحبت عني انا طبيعت باني هديك صاحبت للردي ت basketsف havoc مباشرة وعن طريقها باش انا صيفتت لك الفلوس بالخلال لدي معايا أنت وصلت معايا أنا وصلتتها لي أنا وصلتتها لي أنا وصلتتني الفلوس قالت لي ديري بها اللي بغيتي لا أنا قلت له والدي ما عنديش قلت له والدي في حصاب ديالي والدي حسابي أعطيها لأولدي قلت لي دري بيها اللي بغيتي هذه هيبة؟ أنا ولدي قبل ديك الفلوس شديتها وطلو الله قلت صداقة في المقربين أولا ابنتي غاكاريين شريت لهم ضويرات شريت ثلاثة ووحدة لبن تلوستي المهم الشيء الأخر كملت به الصمعات الجامع ووحدة لبنات يتعلق بيها وليست قد اتنتجوا بيها وقد كانت أصدق بنا وقد كانت إضعى ويتم اضفت لهم وقد كانت أصدقاء أطالي وقد كانت أطلقه وقد كانت تدام بيها وقد كانت أصدقاء أمراكش ك laughter وقد نئوين اشتركوا في القناة لن أتوبتها في دائرة أتوبتها في دائرة أتوبتها في دائرة فإنما سأتوبتها حتى يتبهتها في دائرة يونس وقالتها في صداقة في المقربين أولا والأبنية سيكري أتبنى يومنا بنيتنا والذي أرى يمكنك أن تكون منها في الضوار من بعد ما طلب من بعد ما طلب يونس طلاق واش كتشوفي بلي من مصلحتهم انهم يرجعوا لبعضياتهم ويكبروا الأسرة ديالهم بحالة في ظروف طبيعية وعادية هولدي انا من بغيرهم غير خير انا من بغيرهم غير خير ومن بغيرهم غير السلامة وحتى نبعد دوك الوليدات يجعم وحتى نراه بقاو في دوك الوليدات هارجلي تيبكي عليهم بلبكة وهذا الشي كله هي اللي دارته هي اللي حرجت عني اصحاب القنوات وشاولدي انا الى كنتمتا نبغيهاش راستي دير بليتي الشهد عليها وخرجت عني اصحاب القنوات كل شي تيسبونا سيعرقونا ما قل لو غلين باش عرفتها حرجت عليكم باش عرفتها بالي راح حرجت عليكم القناة ديك أبو راما وليش تتقول هي تتقول لك ساميري اللي تتقول لنا بي حكات على القصة ديالها وقصة ديالها كانت مؤثرة وصعيبة الرواية ديالها خلى الناس تعاطف معا واش بالصح باش عرفتوا فعلا وش عدتكم شي داليل بلي حرجت عليكم القنوات هي هاديك الورقة ديالها الورقة ديالها ديالتلا وكل شي عطيها لديك البراما وليش تقول لك عرفش انا والدي نقول هي اللي عرفتها بلا بلا ما نذكره بلا ما نذكره وبينت الوليدات تيهضروا في القناة ديالها نفس سؤال نسول لك الحاجة واش كتشوف بليم مصلح هذه الولدية لكو ديالساميرا باش انا ميرجعوا البعض ايات شو ما يعيشوا في اسره طبيعيا كيف كل الناس انا والدي ذوك الوليدات انا ذوك الوليداتي ماسخيتش في مولدي انا قلقيت قراني ك راني بحلي ما غدي فوق الارض بحلي ما غديش اولدي ذوك الوليدات انا انا رقيتم اولدي الصالح اتصالحة والدي وهي تنزل شوية ولدي أولدي وهي كبروا ذوك الوليدات بناتهم انا مكرهتش يا والدي والله مكرهت بالله العظيم راني مكرهتش على والله مكره اذوك الوليداتي نبقى بينا ما دين عشم عايزك الم misinformation اي ذاك الوليداتي نبقيوش ورا بو أذي الوليداتي ورا عنوذك الوليداتي ورا اتنزلوا منه واحد بناتالناس تقلل عليها ورا تقول لكم ايه ولدي وذا باولدي هوا شهر لا شهر ونصر وانصر لا اشتهم اذا هوا مشتهمش قلت انه سيجيه لهم دابا مارتين مشي مارتين مشي اراك اه في الحديد ديالاب اللي رابهم مسول فيهم ما عيطي عرفا شو عندهم ما صرف عليهم هاد المود ده ما تسوق ليهم لارد هالك اولدي ماش بشات نهاري بشات عيط لا قلت انا ودي ماد اصابي بشار والدي بحاق انا بكي عايط لقال الولي تبكي الله عطيك ساميرا انا ما تنذي ماتش رجع بحالتك ارجعو ان قدو الامور قتلوا لا انا قدوه قتلوا هيما صابي انا قررت ما قدوش ترجع صاف وقاد اك اومر والدي كواك ساوا ديك ساعة صابي قلت سيدا ما نكمل شانوية هاجة ودفع اطلاق بلا بيانا قتلوا لا شو ودينا تدريبش على اطلاق وعوان نسلحو الامور كونغي ما كانتش هتشجا رانا نسلحو الامر والدي طلع نار بعد وليداته ويحنا نبرد وليداتنا لكرا ويداتي اراك انا عرفوا المرارة عند كبرياءها وعند مشاعرها وفاش الراجل يطلب اطلاق قدموابين ونتي مساعدوا الامر والدي وديوا كروينا والدي وستبان ودو صبي لا تقلوابين انهم انوا بدون وقعد وضعوا والدي وقتروا لاننبحانه جيلي يصالحوا كانوا دخلوا اطلاقا لها ابنتين رقلتها النبلولة ابنتي وراجله اللي اردوها النبلولة ايطا لها اطلاقا لها و قتلها واخها سوف نحبس هذا الشيء سوف يصافي اللغة سبحت خارجه بالفيديو شكرا لك يونس رأى بقاوه في وليدته رأى هو الله العظيم والله إلا يبكيش على رقبتي لا بقاوه فيه ورأت يسر بالدوى دينا ودي دينا لما رأى دبا يونس رأى تشتر بغاية الدوى يا ولدي الله العظيم من المرض بحصابيين لما رأى تشتر بغاية الدوى وحق الله العظيم ما وديه ورق لك يسر بغاية الدوى دبا يونس رأى مريد حتى يدرنا تجاوي كل شيء تعايرنا كل شيء كل شيء بالعالة واذا ولدكم الاخ دي يونس حتى وخرج بفيديوهات و تكلم في هذا الموضوع وحتى و بطريقة غير مباشرة تكلم على الخيانة و على دين لا ولدي مخرج لا ولدي ولدي رأى عندهم مشكل وحتى ومخبارنا هيا ولدي عليك يقولوا بل عند الدليل اللي راه خرج وتكلم اختها ولدي كانت عيطة ليونس اختها ذيك اللي كانت عن مشكل مع رجلة قتلوا هذيك المنت رامة ولكن اولدي تقليل عليهم احنا ماشينا موالوا هذا هو ولدي احنا ماشينا احنا ماشينا احنا ماشينا انشاء الله يارب انشاء الله انشاء الله انشاء الله شكرا لكم وكنشكرا ايضا مشاهدي قناة الدار اللي يتبوا معنا هذ اللقاء اللي كان غني بالرواية وهو معطيات جديدة في هذ القصة ما بين يونس و ساميرا كنتمنوا بطبيعة الحال ان الاسرة يتجمع الشمل ديالها والولدات يرجعوا يعيشوا مع الاب والام ديالهم كأي اسرة طبيعية ونتمنوا يعني الناس اللي قراب ولا اللي بعاد يدخلوا بخيطة بيض كيفما جاء لليسان الابوين ديال يونس ونضربوا لكم موعد جديد في اللقاء اخر شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة